مهم جدا برضو ان احنا نحط القاعدة العامة علشان الناس تبقى عارفة او جمهور الناد الاهل يبقى عارف ان ادارة التسويق والتعاقدات او ادارة التعاقدات تحديدا كمان بتشتغلش اللي هو زم انت بتقول الشهر بتشتغل السنة كلها ازاي بتشتغل السنة كلها وليه التعاقدات الناس عندها فكرة من فترة كبيرة قوي ان انا بتعاقد امير ده بيعمل اي بيروح النهاردة امير روح اشتري اللاعب ده بروح اشتري هي قصة مش كده قصة نفيتين كامل مش الواحدة خلص في منظومة كاملة منظومة دي اكبر شخص فيها هو كابتن خطيب رئيس النادي في لجنة تخطيط كان في الاول لما اشتغلت في التعاقدات كان كابتن طاها اسماعيل كابتن طاها وكابتن زكريا وكابتن خالي بيبو بعد كده دلوقتي بقى كابتن محسن صالح وكابتن زكريا المنظومة دي كلها بتبقى ان انت سيه مثلا النهاردة انت عندك قايمة السكوات ده احنا عندنا مثلا مركز معين مركز مثلا المساك المركز ده انت بتشوف مين اللاعيبة اللي موجودين في كلهم اللاعيبة دول سنيا عندهم قدية مين موجود في خطاع النشقين مين البدايل لهم اللي في الدوري المصري مين البدايل الأجنبية وبتتابع الناس دي كلها عمدار السنة والنهاردة في نفس وقت برضه انت بتشوف انت عايز تعمل عايز تعمل عايز يبقى في عندك معدل عمر معين مهودة لانكو تسألوه لكن انت كده بترجع للاجنة التخطيط عايزت تعمله ايه اعتقد المعنى ان انت المعروف تلت 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 في الكور يعني في اي فريق تلت 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 انت ممكن السنة دي تضيف حد في زيادة في التلت ده بناء على توجه معين او حي بالضبط بالضبط النواء في الاخر احنا النهاردة اللجنة مع الكابتن بيكون انت النهاردة زي ما قولك الفرقة كلها انت من انا شايفها ان انت عندك معدل اعمار معين عاستي مش عالي مش النهاردة انا عارف مثلا المركز ده انا كمان سنة او سنتين انا عندي حد هيكون سنه كبر شوية او يكون عقد وخلص فنلازم يكون محضر البديل من دلوقتي وبتابعه عشان شوفه عامل ازاي او في دور مصري او برا دور مصري انا في مرة كنت في احد البرامج قبل بتقولي بس احد البرامج انت معنى كده ان انت عندك ناشئين ودور المحلي وبرى مصر في كل مركز في كل مركز اوكي ايه لك جون طبعا عشان جون فيش اجراني فده الوحيد المحليين والناشئين ده المطق ان انت في اي وقت بتعندك اي مشكلة في اي مركز بمراكز بيكون ليه حالة سريعة على طول دورك بس الاكتر من كده ان انت بنسبة كبيرة قوي ان شحال الحمدول اي بقالنا فترة ما عندكش مشكلة في مركز اللي وقية النهاردة جيب واحد دلوقتي لأ انا عارف ان انا شهر واحد الجاي مثلا بكون عندي هيبقى عندي مشكلة في مركز معين فبنحضر له يعني اقولك في احد البرامج قبل كده قلت الكلام ده كان من سنة قلت احنا الصف الجاي عارفين احنا عايزين ايه وبقتالي احنا شغالين من دلوقتي عليها وامورت بقى سهل حصل الناس ما فيهمتش الكلمة دي في كذا حد قال يعني ايه الصف الجاي انت تعملوا بقى فيها انتو فاهمين وان انتو عاملين بسي قصة مش كده انت بتتعمل انت بتتخطط الموضوع كلجنة وككابتن خطير وكده واضح بالزبط وبالتالي احنا الحمد لله لو فاكر احنا الصفقات اللي جبناها السنة دي انت الدوري خلص من هنا صفقاتنا يا جماعة واحد انت تربع دي مش عشان احنا اشتغلنا ان احنا بشكل فردي كان شكل جماعة من الاول احنا عارفين احنا عايزين مثلا لعيب زي ميكي سوني او بيرسي تاو او حسام او كريم فؤاد كريم فؤاد ده مثلا احنا بقلنا سنة ونص بانتبع خام فبقولك القصة يعني لها دايما ابعاد انت بتحضر من قبلها فترة كبيرة مش بتبقى مضاصر يعني